قدتها منا صباحا بتوقيت القاهرة أسادسة بتوقيت جريتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن مصر تعد من أكثر الدول جفافا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري وخلال كلمته أمام دورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه أكد رئيس سيسي أنه في ضوء هذه النضرة المائية الفريدة من نوعها فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها على الرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تتبنى مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي أما يرتبط بذلك من تحديات مناخية باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن نقص الأعلاف تأتي نتاجا للتدعيات السلبية للأزمة العالمية والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وأوضح مدبولي أن الدولة تتحرق للتقليل حدة تلك التدعيات الخلبية مشددا على استمرار الحكومة في العمل وفقا للتوجيهات الرئاسية على دفع جميع الصناعات وأشار مدبولي إلى أنه يتم التنصيق مع البنك المركزي لسرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف من أجل دعم صناعة الدواجن أعلن البنك المركزي أن إجمالي أرصدت التسهيلات الإتمانية الممنوحة من البنوك بلغت نحو 3.596 تلريون جنيه في نهاية يوليو الماضي بارتفاع أنه بلغ 31.6 مليار جنيه وأرجع البنك المركزي في التقرير الشهري الصادر عنه الارتفاع لزيادة أرصدت التسهيلات الإتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 19.6 مليار جنيه وأرصدت التسهيلات الإتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 12 مليار جنيه وأضاف البنك المركزي أن الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت تنتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 5.5 مليار جنيه والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 6.5 مليار جنيه أكد العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة تعمل جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمي بوصف البترول عنصرا هاما في دعم نمو الاقتصاد العالمي وأوضح الملك سلمان في خطاب أمام مجلس الشورى السعودي أن دعم استقرار وتوازن أسواق النفط يتجلى في دور المملكة المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبت بلس نتيجة مبادرتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها وكذلك حرص المملكة على تنمية وإثثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها وحول الوضع في اليمن دعا العاهل السعودي لبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته تظاهر عشرات الآلاف في باريس ضد غلاء المعيشة ونظمت المسيرة بدعم من جماعيات والتحدات النقابية احتجاجا على غلاء المعيشة على خلفية نقص المحروقات يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه العديد من النقابات إلى إضراب عام يبدأ غدا أثلاثها خصوصا في قطع النقل والوظائف العامة ومن جانبها حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إلا دابت بورن عمار قطاع النفط المضربين من أن الحكومة قد تستخدم مجددا صلاحيات التي تتيح لها لإجبارهم على العودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحركهم قال وزير الصحة الألمانية كارل لوترباخ إن عددا كبيرا من المستشفات قد يتم إغلاقه في البلاد بسبب ارتفاع تضخم وأزمة الطاقة وقال لوترباخ أنه سيناقش غدا أثلاثاء مع وزير مالية كريسيان ليندنر حجم وإجراءات تنفيذ المساعدة للمستشفيات مشيرا إلى أن الحديث لا يدور حول إنشاء صندوق خاص لكل قطع أعلنت وزارة الدفاع في بلا روسيا وصول جنود الروس إلى بلا روسيا وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن القرار اتخذ وينفذ فقط من أجل تعزيز الحماية والدفاع عن حدود الدولتين نتيجة النشاط الجاري في المناطق الحدودية ختم موجز الثامنة فاصل ورد لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر شكرا